بعد سنوات من الترقب والانتظار تقدمت الحكومة المصرية رسمياً لمجلس النواب بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق وكل ما يعني الأسرة ليلغي القانون المعمول به حالياً إلى أن مسودة المشروع بمجرد نشرها أثارت جدلاً عميقاً في المجتمع المصري أتفاصيل في هذه الفقرة مع ضيفة الأستاذ نهاد أبو القنصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة برحب حضرتك أستاذ نهاد أهلاً وسهلاً أهلاً بيكي في البداية ما مدى صحة مسودة مشروع القانون الذي نشر في اليوم السابع ثم تم حثفه بعد ذلك ما نشر في اليوم السابع وتم سحبه فوراً مع التعليقات اللي تمت عليه الحقيقة كانت يعني لقيتة نسخة لقيتة لم يعترف أحد بها ولكن منذ أيام قليلة نشرت نسخة أخرى باعتبارها هي النسخة التي وزعت على أعضاء البرلمان وللأسف الشديد هي نفس النسخة التي وضعت على اليوم السابع ولم ينكرها ولم يؤكدها أحد من قبل وهي مرفوضة شكلاً وموضوعاً وصادمة للغاية إذن أستاذ نهاد لماذا أصارت هذه النسخة أو هذه المسودة كل هذا الجدل؟ لأن الحقيقة هي بتاخد مصر الألف سنة وراء يعني في عام 1920 قدم الإمام محمد عبدو مشروع قانون وهو كان شيخ الأزهر أنزاك كان تقدمي ومتوافق مع الشريعة بالتأكيد جعل الطلاق أمام القاضي مع حسم ما يتعلق به قيد التعدد بأن يكون بإذن من القاضي هذا القانون دخل حايز النفاذ ثلاث سنوات فقط وتم إلغاءه لأسباب سياسية وتم تشريع قانون آخر 1925 ونحن بعد مئة سنة بالتمام والكمال سنة 2021 نقدم مسودة قانون لا ترقى لما قدمه سنة 1920 بالعكس مسودة قانون تلغي الشخصية القانونية للنساء وتجعل فيه منظومتين قانونيتين يحكموا مصر منظومة هي الدستور والقانون وهي للرجال فقط ومنظومة أخرى هي منظومة شرعية الأساس فيها هي مذهب الإمام أبي حنيفة وفقط مذهب الإمام أبي حنيفة هو مذهب عظيم هو اجتهد لعصره لكنه لا يتوافق مع هذا العصر ونحن بحاجة الاجتهد وده كان سؤال يا أستاذ نهاد لماذا الوقوف عند مذهب أبي حنيفة تحديدا؟ خاصة أن مصر بتجمع المذهب الأربعة لماذا لا يكون هناك لاجنة مشكلة من خبرات مختلفة منها الرأي الديني يأخذ في الاعتبار وأراء أخرى مجتمعية نفسية فضالي الحقيقة ده سؤال يوجه للعمل المسودة وطلوع المسودة بهذا الشكل فيه غموض غريب لأنه كان فيه مناقشات امتدت من 2011 من بعد الثورة مباشرة ومع صعود الإخوان المسلمين صعدت أصوات كتيرة بتتكلم على إلغاء قانون الأحوال الشخصية وهو بالنسبة للطيار الديني عموما سواء الإخوان أو السلفيين ليس قانون ينظم حياة الاجتماعية وإنما هو أحد رموز الهيمنة وفكرة العودة للخلافة والأفكار الخاصة بيه وبالتالي من بدءا من 2011 حصلت مسيرات ومظاهرات لإلغاء قانون الأحوال الشخصية أنزاج شكلت في 2012 لجنة في وزارة العدل لأنا كان لها الشرف أن يكون موجودة فيها باعتباري شخصية عام لكن كانت مشكلة من قضاء ومن ممثلين للمجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان والطفولة والأمومة وغيره وبعض الشخصيات العام قدمت العديد من المسودات مسودة للإخوان ومسودة للمجتمع المدني والجماعات الأهلية وغيره 36 وما حدث ثورة 36 أوقفت النقاش وحلت اللجنة يعني أوقفت اللجنة لم يأتينا خطاب رسمي بحلها لكن أوقف النقاش بعدها أسير النقاش مرة أخرى من سنتين لأن المشاكل الإجرائية هي المشاكل الطاغية على الصفح فكرة أن قضية النفقة التي من المفترض أنها لإطعام صغار تقعد سنة في المحكمة هذا عبس طيب أستاذ نهاد أستاذ نهاد اسمحيلي بس خلينا أقف عند نقطة حضرتك تكلمتي على النفقة في مادة في القانون وأنا بحضر الحلقة مع حضرتك مادة رقم 23 دي في قانون القواعد الإجرائية المادة دي بتقول بتوجي بالمحكمة النيابة العامة بإجراء التحقيق في شأن المدخرات أو بشأن الداخل الخاص بالزوج وبتلزم أي جهة حكومية وغير حكومية بإفادة النيابة والقانون وحدة مدة للنيابة 30 يوم لرد النيابة هل هذا يحدث يا أستاذ نهاد ولا لأ؟ ده سؤالي الأول المادة دي هي مادة معادة من القانون بتاع محكمة الأسرة سنة رقم 10 لسنة 2004 هي مادة معادة والمفاجأة أن محكمته لأسرة هذا القانون بعد 17 سنة من خروجه هو لم يدخل حيز النفاذ أصلا يعني المادة دي غير مفاعلة على الإطلاق في المحاكم كل يوم المادة دي غير مفاعلة أصلا المادة دي القانون كله غير مفاعل القانون 10 لسنة 2004 كان فيه مادتين اعتبرناهم نصرا مبينا المادة لولانية أن كل أضايا الأسرة في ملف واحد وتنظر أمام المحكمة مرة واحدة هذه لم تتحقق على الإطلاق لأنه النهاردة ممكن أسرة واحدة يبقى عندها 30 أضايا منهم 10 نفقة فقط بعض الأحوال علشان نطلب التحري عن داخل الزوج بنطلبه من جهة العمل 10 مرات حتى أن جهات العمل نفسها أصبحها تتجر تقول لك إحنا ما عندناش غير الشخص ده نشتغل عليه علشان نطلع له طب إذا كان الملف بينظر قدام هيئة قضايا واحدة لماذا يقدم 10 مرات ورق التحري عن داخل الزوج فدي كانت المادة الأولى التي لم تدخل حيز النفاس المادة الثانية بقى هي المادة بتاعت أنه تفرض نفقة مؤقتة خلال 15 يوم من رفع الدعو هذه لا يتم العمل بها إلا نادرا في المحاكم المصري بالقانون اللي حضرتك قلت أنه هو معطل ولم يدخل حيز التنفيذ ده كان ممكن يحصل ولكن ممكن يرد على كلام حضرتك ده في مسودة القانون اللي زهبت لمجلس النواب أنه عمل مادة للحبس بحبس وغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هتين العقوبتين كل ما نمتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال 15 يوما يعني ممكن يرد على حضرتك في هذه النقطة ويقول ما فيه مادة في القانون الجديد ممكن أن هي تحد من هذه المسألة تمام بيان الدخل الحقيقي حطي الحقيقي ما بين قصين وأوليلي ماذا يثبت أن هذا هو الحقيقي يا سيدتي المشكلة ما بين من يقوم بالعمل في المحاكم هو يعرف التفاصيل ويعرف الإجراءات أو من يشرع وهو في غرف مغلقة هذا القانون الحقيقة محتاج أو أي قانون للأحوال الأسرة محتاج أمرين أننا نبص على الأضايا الموضوعية الأضايا الموضوعية هنا هي لا ترى النساء لا سفة قانونية للمرأة في الولاية على نفسها ولا شخصية قانونية ولا سفة قانونية للأم في علاقتها بأولادها لا يرى النساء مواطنات ولا ليهم علاقة بالأطفال هم دورهم الوحيدي غيروا حفظات ده على المستوى الموضوعي على المستوى الإجرائي خلينا نشوف مقترح المملكة العربية السعودية قال إيه؟ قال إن الطلاق يوسق أمام القاضي وتحسم كل المسائل المتعلقة عليه خلال 30 يوم 30 يوم مضبوط ده مقترح أعتقد أنه يبقى بالنسبة لنا في المحاكم مقبول هو ما يعادل في لغة الاستثمار والاقتصاد الشباك الواحد وإحنا قادرين نعمل ده البعض رأى أنه ليه ما يكونش النص أكثر مرونة ويطرق للقاضي لأنه كل حالة بتكون مختلفة عن الحالة الأخرى لماذا لا يكون النص أكثر مرونة وأكثر عصرية والقاضي هو من يرتقي كيف يقتل في كل حالة على حدة ما هو إحنا اللي طالبين أن النص يكون أكثر مرونة وأكثر عصرية لكن في إطار قواعد واضحة ومحددة إحنا بندخل جلسات القاضي أحياناً يبقى قدام منه 500 قضية في الرول ومطلوب منه أن يسمع في اليوم الواحد ليه 500 قضية يعني 2 محامين و2 متقاضيين تبتتكلمي على حالة من الإجهات لكل أطراف التقاضي المحامين والقضاء والنيابة والمتقاضين والأطفال وكل شيء علشان كده فكرة أنه يتأمل حاجة زي الشباك الواحد فانتبقى الأسرة لها ملف واحد ويخلص في 30 يوم الجزء الثاني إذا كانت فلسفة القانون هي مبنية على أن لا دور للأب في حياة أولاده إلا الإنفاق ولا دور للأم في حياة أولادها إلا الخدمة يعني لما يقول أنه ما فيه شخصية قانونية لنساء لا يعطيها الولاية على نفسها ولا على أولادها يبقى دورها هنا أنها خدامة وهتلاقي عندك نص بيقول كل ما لم يارد فيه نص يرجع لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة هذا النص الخطر الأول في قانون 1925 كان كل ما لم يارد فيه نص بنرجع للقانون المدني القانون المدني بيقول أن المرأة العاقل البالغ الرشيد 21 سنة تستطيع إبرام العقود إنما قانون الأحوال الشخصية يا أستاذة بيقول كل ما لم يارد به نص يرجع للإمام أبو حنيفة ده تطبيقات العملية في الواقع عندنا مشكلتين مشكلة الأولانية هو المنع من السفر في الوقت اللي الدستور بيقول فيه أن حرية الحركة هي حق أصيل للإنسان أي زوج أو أب أو أخ في العائلة يقدر يروح في أقل من أربع ساعات لو راح ألم الكتاب الصبح وخد أمر على عريضة ودخل للقادي آخر النهار يمنع بنته أو زوجته أو أخته من السفر دون ذكر أسباب استنادا إلى إيه؟ الإمام أبو حنيفة النقطة التانية أن النساء لا تستطيع إبرام عقد زواجها استنادا إلى إيه؟ غياب النص في المسودة والنص على أنه لو ما فيش نص نرجع للإمام أبو حنيفة هذه هي المشاكل التطبيقية اللي أنا بقول لحضرتك عليها طيب عشان كده إحنا قدام منظومة قانونية تضع النساء تحت مذهب الإمام أبو حنيفة مع كامل تقديرنا واحترامنا ليه لكن لا تضع النساء تحت حماية أو منظومة القانون القانون طيب عموماً الدكتور أسامة العبدوكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب قال أن البرلمان سيرسل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه في كافة التعديلات الجديدة نظراً لأن مواد المشروع جميعها مستمدة من الفقه الإسلامي وكتاب الله وسنته فده معناه أنه الكلمة الأخيرة هتكون للأزهر الشريف في هذا المشروع؟ لا يا فندم تبقى للدستور المصري الأزهر الشريف هو الجهة من الجهات التي يتم التشاور معاه من اختصاصات المجلس القومي للمرأة الأصيلة أيضاً مراجعة مسودة القوانين التي تمث النساء من اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة الأصيلة الواردة في الدستور أيضاً مراجعة مسودات القانون التي تخص الأطفال وهذا قانون يخص الأسرة الأزهر هو أحد الجهات المراجعة الأمر الثاني قانون الأحوال الشخصية هينظم كل المناحي الحياة وليس قانون ينظم فقط المناحي الشرعي ونحن نريد أن نستند فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله والمبادئ كما جاء في الدستور من النقطة الأخرى أيضاً في هذا القانون هو سن الحضانة سن الحضانة 15 سنة وما بعده كما فهمت من القانون أنه صرف النفقة بتقف بعد 15 سنة لو اختار الابن البقاء مع الأم وعدم الزهاب للأم ماذا قانونية ده أستاذا نهادو؟ حضرتك بتشوفيه إزاي يعني اللي بيتعود على مصاريف معينة مثلاً بتصحب منه وإذا كانت الزوجة لا تستطيع أن تصرف على طفلها بتعمل إيه؟ لا خليني أصحح لحضرتك هو لازم نفرع ما بين النفقة الزوجية وما بين نفقة الأطفال نفقة الأطفال مسؤولية أبوهم لحين ما تتزوج البنات ويتخرج الأولاد من الجمع أو يعملوا ولا تنقطع بصرف النظر عن الحضانة هي موجودة مع مين؟ فإذا اختار الطفل أن يستمر في الحضانة مع أمه فنفقته على أبوه ما يتم إلغاءه هنا نوع من النفقة اسمه أجر الحاضنة وزي ما بقولك فكرة أجر الحاضنة دي هي مستندة على فكرة أن الستات خدمين العيال هما ما لهمش صفة قانونية هي هتقعد 15 سنة بس عشان تغير حفظات وتأكل وتشرب وبالتالي الأب ملزم أنه هو يديها أجر حاضنة طب لو الطفل اختار يفضل مع الخدامة دي خلاص الأب مش ملزم يدي أجرى للخدامة دي فلسفة القانون اللي احنا بنرفضها شكلا وموضوعا طب ماذا عن زواج القاصرات يمكن لا في القانون في عقوبة وعقوبة راضعة وحاسمة ويمكن ده كان بالنادي بيه الفترة اللي فت أو منظمات المجتمع المدني الناديت بيه لفترة كبيرة أنه حبس سنة غراملة تقل عن 50 ألف جنيه وما بتزدش عن 200 ألف جنيه لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ سامينة عشرة فرأي حضرتك أيضا في هذا المكادي المدى رأيناها قطوة جيدة وأنا قلت لحضرتك في أول اللقاء أن القانون لم يخلو من بعض الحليات من بعض الإيجابيات لكن جوهر القانون نفسه هو سيء للغاية يعني الفلسفة اللي مبنية عليها القانون مبنية ببساطة شديدة على أن المرأة علاقتها في الأسرة هي خادمة وليست شريك وأن الرجل علاقته في الأسرة هي مكنة صرف أموال وليس شريك وتبنى هيكل القانون كله على هذا الوضع وبالتالي زي ما بقول لحضرتك الحضانة بقى تفضل 15 سنة لحد الولاد ما يبقوا في الإعدادية لكن هو ينفط مش عارفة بشكل عامل إزاي مين عنده سلطة شكلها عامل إزاي هذا القانون تجاهل واقع الحال في مصر أنه هو يحط بقى بعض المواد ليها علاقة بتجريم الزواج المبكر خير وبركة أنه يحط مادة يقدم فيها ترتيب حضانة الأب هي مادة جيدة جدا الحقيقة لأنه هنا الأب ليه دور زي ما قلت الأب ليه دور مهم وعظيم في حياة الأطفال تبقى لماذا زهب الإمام أبو حنيفة كان ترتيبه الستاشر لماذا تخلى المشرع في هذه النقطة تحديدا عن مذهب الإمام أبو حنيفة لكن لما جه على الولاية ما اكتهدش فيها برضو يعني برضو شي مش مفهوم اكتهدت في تقديم حق الأب في الحضانة وهو أمر محمود وطالبنا بي كتير طيب لماذا لم تكتهد في وضع الأم مع الأب كمسؤولة عن الأولاد يعني الجملة الوحيدة الذي ذكر فيها كلمة المرأة الرشيدة هي في مادة اللي هي من حقها تتنازل عن المهر يعني المادة الوحيدة اللي حط فيها هذا المصطلح المرأة الرشيدة هي المادة اللي بيدفع ويحس النساء على التنازل عن المهر طيب وقع الحال في مصر وما فيش مهر أصل احنا مفيش حد بيستلم مهر شيء غريب برضو لأنه مفيش حد بيستلم مهر فقائمة المنقلات اللي اعتاد بعض الأسر المصرية تكتبها هي إسهام المرأة في المنزل يعني لو جابت قوضة نوم مثلاً ومعالق وملايات وستاير بتتحط في قائمة كنوع من إعطاقها للزوج أمانة وبالتالي هنا الإخلال بإعطاقها حقها ده اللي هي مش مهر ده هو ما أسهمت بيه في البيت يعني هي من حيث الواقع بنتنازل عن المهر ونشارك في تأسيس المنزل كمان فما وضعته المرأة إذا حصل خلاف المفروض أنه يرجع طب لو ما رجعش التقييم أو التوصيف القانوني لي إيه إنه يسرقه يعني يسرقها يستلاء يستولى عليه يا لو مش موجود تبقى تبديد وبالتالي هذا الوصف القانوني يخضع لمحكمة الجنح يعني إحدى بنتكلم على جريمة وفي هذا القانون حول إلى المحكمة الأسرة أنا بشكرك أستاذا نهاد نتمنى يكون في حوار مجتمعي حول هذا المشروع ونتابع مع حضرتك إلى أن يصل إلى النور بشكرك شكرا جزيلا أستاذا نهاد أبو الأمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة شكرا جزيلا للمشارك شكرا لحضرتك